بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله بنستكمل حدثنا مع الفينات element method ما زلنا مع شرطة الاربعتاشر بعنوان advanced topics المحاضرة رقم 35 هنبتدي النهاردة مع notice رقم 3 مع piles احنا قلنا ان في برنامج السيف نقدر نعمل modeling للpiles لو عندي say raft على piles فانا طبعا في برنامج السيف برسم plan وبعدين برسم الpile كarea object والraft وبعدين الpiles عبارة عن مجموعة من الpoints كل point بتعبر عن one pile لكن طبعا الpile هو عبارة عن line line element يعني خط بس في الاتجاه الرأسي وكده بيكون الطول مع الاتجاه z في الplan الpile بيظهر كpoint وكده بتبقى اكبر مشكلة عندي في الpiles ان انا احدد قيمة stiffness للpile كspring يعني وطبعا الpile ممكن يشيل tension ممكن يشيل compression يعني هو بالظبط كأنه spring عادي يعني يشيل compression يشيل compression بخلاف gap elements اللي هي ممكن shield compression فقط او shield tension فقط وكده فبيبقى مطلوب مني في برنامج safe ان انا احدد قيمة stiffness للpile في اتجاه الطول يعني في اتجاه طول للpile وغالبا هيكون محور زد وكده يعني فيمكن احنا ذكرنا في محاضرات سابقة ان في اكتر من طريقة لتحديد قيمة قيمة تقريبية approximate للpile وكده يعني منها على سبيل المثال ان انا اعمل testing للpile ومن خلال التاست اقدر ارسم say load deflection curve وقدر احدد قيمة للstiffness طبعا في انواع كثيرة للتاست اللي بتتعامل على الpile فيها static test وطبعا الاجراء نفسه الstatic test ده بيعتمد على الكباست بتاعت البile طبعا لما بنيجي نعمل التاست بنعمل على load من مرتين الى 3 مرات الكباست بتاعت البile say لو عندي البile مثلا الكباست بتاعت 1000 طن فصعب طبعا ان انا يعني يبقى التاست عن طريق مجموعة من البلوكات من خرصانة say وزنها 3000 او 2000 طن وكده عملية صعبة فيه طرق اخرى static ايضا لكن indirect وكده يعني فيه dynamic tests وكده وفيه integrity tests وفيه يمكن طرق tests جديدة static and dynamic بتسمى statnamic المهم في النهاية يعني احد الوسائل المتاحة اللي عن طرق قادر احدد لل piles ان انا اعمل ايه اعمل تاست لكن انا بكون لسه في البداية بعمل design فصعب ان انا اعمل انا انا نفذ pile non working pile مثلا واعمل عليه test واقدر من test اجيب ال stiffness كلام ده مش متاح ليا في البداية انا لسه في مرحلة التصميم في طرق اخرى بديلة يعني اقدر عن طرق ها يعني to approximate stiffness بتاعت البايل مثلا ان انا ممكن اعمل 3d model باستخدام برنامج البلاكسيز مثلا واعمل simulation محكاة لل pile وال soil واقدر في نهاية اجيب قيمة approximate لل stiffness يعني انت عذر ممكن نلجأ بقى للطريقة اللي هي الشائعة اللي هي common ان انا اعود في المعادلة F بتسوي K في delta ببقى انا محتاج اجيب K اللي هي constant بتاع pile او spring constant غالبا انا هيبقى في اتجاه Z اتجاه tool pile فلو انا جبت K في الطرف الثاني F مقسومة على delta F مقسومة على delta فالF بتكون البايل وال delta بتبقى المفروض ال settlement فأنا بفترض delta في branch يعني من 5 ل 10 ملي say يعني يعني غالب الناس بتفترض القيمة 10 ملي وعن طريق delta وال capacity اقدر جيبي K لكن انا قلت في محاضرة سابقة ان في اراءة بتقول ان احنا ممكن نحل المسألة اكتر من مرة مرة بان احنا بنفترض delta ب5 ملي وبعدين نجيب K ونحل المسألة مرة تانية نفترض delta 10 ملي فبيطلع K مختلفة ونحل المسألة مرة اخرى ويمكن انا سألت سؤال وقلت احد الحلول بيكون الهدف هو ان انا اجيب الفرص في البايل والحل التاني لما بغير قيمة delta ان انا اجيب اعمل الرافت واطلع قيمة الحديد ويمكن سألتكم وقلت اه عاوزين اجابة يعني امتى نستخدم الخمسة ملي وامتى نستخدم العشرة ملي يعني لو انا عاوز احسب الفرص في نحن نعمل مسألة ونعد نغير ونجرب ونوصل في الاخر لكون السؤال بيقول what happens when اه اللي هيحصل لما delta changes from zero to infinity احنا قلنا فوق بنغير delta من 5 ل 10 ملي لا انا انا اغاوز اغاير بقى قيمة delta من zero لمال نهاية وحل عدد كبير من المسائل في كل مرة اغاير قيمة delta ابتدي بال zero وانتهي بالمالة نهاية وطبعا مع كل قيمة لل delta قيمة الك بتتغير يعني لو ال delta ب zero هيطلع الك بمالة نهاية وكأن البيل hard او rigid ولما توصل ان البيل تبقى بمالة نهاية فيبقى البيل zero كأن soft فحاول كده تحل مسألة ويبقى عندك في variable اللي هو قيمة delta وبالتالي يبقى ده بينعكس على stifness بتاعة البايل ونحل المسائل وفي كل مرة نشوف الفورسز في البايل بيحصل لها ايه وايضا نشوف ايه اللي بيحصل للدزاين بتاع الرافت وفي الاخر كده نعمل ايه زي يكون بيقول لما بتاعة البايل بتتغير من زير المالة لهاية لدزاين بتاع الرافت انا ممكن كمان اكبر الموضوع شوية وعمل زي محاضرة صغيرة كده او اعمل بسيط كده لمسألتين المسألة الاولانية عبارة عن على المسألة التانية عبارة عن على على لكن طبعا ال دي مش حقيقية دي محاكاة للسويل بتبقى انالوج سبرينج لكن طبعا بيبقى فيه شارط ان السبرينج بتشيل كومبريشن وفريكشن ممنوع التانشن بقى عندي مسألتين المسألة الاولانية رافت على بايلز هيبقى عندي فيه two فاريابولز في المسألة الاولانية اللي هما الستيفنس للبيل بايل ستيفنس والرافت ستيفنس عندي رقم صغير ويكبر ويكبر يعني من رافت صوفت مثلا او فليكسابول لغاية لما تصبح ريجيد ايضا اغير الاستيفنس بتاعت البايل من صوفت بايل ل هارد او ريجيد بايل وفي كل مرة حقل المسألة وا اعمل ديسبلي للفورث في البايلز واشوف الديزاين للرافت واشوف الحديد والمومنت وابدأ اعمل زي علاقات ارسم علاقة بين المتغيرات واشوف تأثير ده على النتائج نفس الكلام هنقيده مرة تانية لكن لما تكون عندي رافت على الاستيك فونديشن على ستبريينج وكده فبيبقى عندي في two variables اللي هما بتاعت السويل وده من خلال تغيير السب جريد موضل السويل يبدأ صغير ويزيد يزيد يزيد كأن عندي سويل ضعيفة وبتبدأ الاستيك بتاعتها تتحسن لغاية لما توصل لان هي تكون صخر يعني روك ايضا هغير المتغير اخر وهو الثيكنيس للرافت يبدأ بسيط صغير يكبر لغاية لما تبقى رفت رجد وكأن يبحل مسائل عديدة في مسألة مثلا بتكون الرافت ضعيفة مثلا والصويل قوية وممكن الرافت ضعيفة والصويل ضعيفة وممكن الرافت قوية والصويل قوية يعني بنغير ونحل مسائل كتيرة وفي كل مرة اعمل لصويل وشوف 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 وكده وفي الاخر خالص يبقى عندي واضح مفيد ولو نقدر نعمل زي صغير ونعمل علاقات وفي الاخر نعرض الكلام ده لعله يبقى مفيد لنا وكده ان شاء الله في البرنامج السيف بيبقى مع الطبعا احنا بيبقى في الطبعا احنا عندنا الحركات ستة في ثلاثة ترانسليشن دي اكس واي زد وعندي تلاثة روتاشن لكن انا في الغالب مع البايلز بدي الستيفنس في اتجاه الترانسليشن زد اللي هو الستيفنس كأنه اكسي على استيفنس كأنه يعني سبرينج تراس ميمبر يعني اللي استيفنس مع المحور مع الطول في اتجاه الطول البايل اللي هو اتجاه زد وكده لكن في امكانية في برنامج السيف ان انا اتحكم في دور البايل يعني احنا عارفين البايل شأن وشأن السبرينج العادي يشيل تانشن ويشيل كومبريشن يعني اذا الحركة في اتجاه زد كانت بوزتف بيبقى تانشن اذا كانت نيجاتف يبقى كومبريشن لكن افرد ان انا عاوز اشغل البايل يشيل تانشن فقط او كومبريشن فقط فده متاح من خلال نون لينير اوبشن وده بيطبق على الترانسليشن في الزيد اون يعني فعندي ثلاثة اختيارات الاختيار ايه اللي هو نون بين قسين لينير وده يعني ان انا ممكن اشغل البايل كسبرينج عادي ان انا بتحملو الاختيار التاني الرقم بي ان انا اشغل البايل كhowก يشيل تانشن ان لي زي الكابلز كده زي الحبال زي المنبرينز ما يشيل لون يشيل تانشن göz والاحتمال التالي او الاوبشن التالي رقم صي ان انا شغل البايل يشيل كونبرشن ان لي زي الجاب الهو بيشيل كونبرشن لو عندي حركة افتجاه زد نيجاتيف يبقى فيه كومبريشن خلاف ذلك يبقى البايل ما يشتغلش وما يقومش كأني ايه بحط قيد على البايل يعني اما ان هو يشيل كومبريشن اولي في سي او تنشن اولي زي الحالة بي او يشيل كومبريشن وتنشن زي الحالة ايه الحالة او الكيس الاولاني الكيس ايه ان اللي هو نون بين قوسين لينيار ان البايل يشتغل ازاي سبرهنج عادي بيشيل تنشن بلاس بلاس كومبريشن يعني كأنه شغال في الاتجاهين كومبريشن و ده يمكن الدفولت للبايل ان البايل ما هوش جاب المنت يعني البايل اذا تشد بيقاوم مشاد ايه اذا نضغط بيقاوم نضغط فهو زي السبرينج العادي يبقى ده الحالة بتاع الايه بتاع ايه البايل انما الكيس بي ان انا اقولها شغل البايل تنشن فقط زي الكابل زي الحبال زي الممبرينز وكده فيبقى زي الحك لو في حركة بايتجاه زد فالبايل بيشيل تنشن الحركة بزيرو او بالنجاتف يبقى البايل ما بيشيلش وبتسلي بيبقى فيه ايه فيه جاب الجاب اذا اتقفل البايل بيشيل تنشن اذا الجاب اتفتح البايل ما بيشيلش هنا فيه احيان كتيرة بيبقى فيه عندي سي منشآت وزنها خفيف لكن يعني ممكن تكون جزء منها كبير تحت الارض ففيه ابليفت نتيجة ان منسوب الميا عالي شوية او لو حصل فيضان مثلا في مكان والمكان اتمال مياه فممكن الابلفت يعمل تعويم المنشأ يطفو كأنه مركب فانا في الحالة دي ببقى محتاج بايلز تربط المنشأ تشد المنشأ فبشغل البايل كتنشن فقط يعني في الحالة دي الحالة التالتة والاخيرة كيس سي اننا اشغل البايل كومبريشن زي الجاب المنت اللي احنا استخدمناها لما بيبقى عندي رافت على صويل وكده واحنا قلنا العلاقة الانترفيس ما بين الاساسات وما بين السويل وبكون كومبريشن وبأيكشن مفيش تنشن فالحالة دي بيبقى البايل كأنه جاب بيشييي الكمبريشن ففيه في جاب فيه ديستنس فيه فراغ فلو تقفل في البيل يشيل komen لو تفتح يبقى يبقى مفيش تحملش وكذا يعني ده طبعا بيبقى فيها البيل يبقى معناها لو الموجود تحت الرافت في مكان ما والبايل بيشيل كومبريشن بس يبقى لو فيه تنشن يبقى الرافت هتتحرك لأعلى وكأن بقول إيه اللاو أبليفت يبقى البيل في الحالة اللي بيشيل فيها كومبريشن فقط كأنه جاب إليمنت يبقى هو بيسمح بالإيه بالأبليفت لو فيه أبليفت يعني لو فيه بوسابلتي إن فيه جزء من الرافت نتيجة الويند نتيجة هيرتفع لفوق هيعلو هيترك السويل وكده فبيبقى اللاو أبليفت يسمح بالأبليفت وبالتالي هنا ده ده بيرجع يفكرنا تاني بمسائل الايه الاستابلتي وكده فيه إمكانية للأوفرترنينج أو سلايدينج أو أبليفت وخلافه فنرجع تاني كده بالذاكرة الورا شوية ونعيد النظر بيمكن تفصيل أكتر عن موضوع الاستابلتي يعني إن المنشأ احنا قلنا في اليميت ستاتس ديزاين فيه ثلاث حاجات هنشوف دلوقتي اللي هما السترانس والسرفيسابلتي والاستابلتي يعني المنشأ ممكن يكون قوي جدا يعني كأنه متصنع من المعدن كله حديد في حديد لكن ممكن ممكن يحصل لأوفرترنينج زي ما احنا شايفين يعني يمكن دي خلاط مثلا وطبعا وهو واقف فيه حاجة اسمها أو تريجر بيبقى فيه جزئين كده عجلتين على أساس ما يحصلش انقلاب وكده ولكن مع ذلك تلاحظ في الصورة كأن فيه امكانية للانقلاب يعني فيه أوفرترنينج وكده الاستابلتي مش متحقق عندي أيضا فيه وفيه وفيه السلايدينج فيه طايبس كثيرة لموضوع الاستابلتي ده طبعا احنا قلنا عندنا نظرية اللي احنا بنستخدمها في الدزاين اللي هي وانا بعمل دزاين لازم بكون مش بركز على الاسترينس فقط لا عندي فيه استرينس وعندي فيه سيرفسبلتي وعندي فيه استابلتي وانا يمكن قلت ده كأن ده قطعة أرض لها على شكل مسلس لها سور بيحيط بالأرض والسور لوت ثلاث جناب وانا كدزاينر كإنجينير قاعد جوه وبيقولولي ان فيه حدود فيه لا تتعداها فيه حد للستابلتي وحد للسترينث وحد للسيرفسبلتي فبالنسبة لموضوعات للستابلتي عندي انواع زي الابليفت وواضح من المعنى لاستلاحي اب يعني الى اعلى وليفت يعني يرفع يعني كأن المنشأ هيطرفع يعني هيحصل له تعويم يعني يطفو كأنه مركب في مية وكده او يحصل ان المنشأ يتقلب ويمكن الصورة اللي قدامنا واضح ان فيه يعني العربة تنقلب وكده وطبعا عشان يحصل لازم يكون فيه عندي فيه مومنت بيعمل على او بيساعد على الانقلاب ممكن يكون جاي من الزلازل او من الرياح او من ال او من ال وطر وخلافه يعني ايضا عندي الانزلاق انه ممكن يمشي في الاتجاه الافقي ايضا عندي الباقلنج وخلافه طبعا اكيد وانا بحل او بعمل او بدرس الستابيلتي بيبقى فيه عندي لود كومبينيشنز بيبقى فيه عندي مجموعة من اللودز متدخلة مع بعضيها فيه جزء من اللودز بيحاول يقلب المنشأ مثلا يعمل الوبرترنج وفيه جزء اخر من اللودز لنفس المنشأ بيعمل يعني ضد ان هو يحصل له ايه فطبعا لازم اعمل حالات التعميل اواخد في حسباني الكريتكال كيسز ولازم يكون فيه مهم جدا مع الستابيلتي ان يبقى فيه مينفع يبقى يعني الطرفين متسويين يعني صعب جدا ان انا اكون على البوردر ان تبقى الكفتين بتوع الميزان قبل بعض لازم يكون فيه safety factor وال safety factor ممكن يعد الواحد ونصف يعني سي مثلا احنا طبعا لما بنيجي نعمل load combinations بيبقى عندي add surface level يعني مستوى surface اللي هو في مرحلة الخدمة او مرحلة الworking وفي add strength level اللي بيكون add failure بيكون المنشأ خلاص وقت الانهيار فطبعا في مرحلة surface بتكون الاحمال كما هي بدون تكبير يعني dead زي ما live زي ما هو الزلازل طبعا من احمال الزلازل لما بجيبها من الكودز وكده سي زي كود الاحمال عندنا في مصر بتكون الاحمال بتاعت الزلازل already محسوبة ultimate وانا شغال في surface فبضطر ايه اقسمها على 1 و 4 وطبعا 1 على 1 و 4 لتقريبا تسوي 7 من 10 يعني كأن الاحمال في مرحلة surface او الworking كما هي بدون ايه تكبير لكن at strength level بتكون الاحمال factored يعني مضروبة في معاملات ايه تكبير يعني سي بدرب dead في 1 و 4 live في 1 و 6 لكن طبعا بالنسبة لأحمال الزلازل ما بتنضرب في 1 لان هي already ايه متكبرة يعني هي already factored فما ينفعش ارجع اضرابها تاني فبدرب ها واحد لكن لو انا هشتغل في surface ارجع اسمها على 1 و 4 فلو انا شغال في surface level سي حالة تحميل dead مع زلازل فبدرب dead في 6 من 10 وزائد احمال الزلازل طبعا اللي هي اصلها ultimate وضربت في 7 من 10 عشان تتحول الworking فهنا ال 6 من 10 لما بتروح الناحية التانية بتابقى واحد على 6 من 10 يعني كأن في safety factor لما يكون في امكانية لل up left بيبقى في safety factor حوالي وثلاثين اللودز اللي بتعمل ايه ال over turning او uplift وكده ايضا في حالة at strength level بيكون عندي load combinations باخد الحالات critical فمن الحالات critical ان ال dead يقل لان dead بيعمل stability للمنشأ فبدرب dead في 9 من 10 مش بدرب ه في 1 و 4 لا في 9 من 10 لان ممكن ده critical case ان dead بيعمل stability بيزود stability للمنشأ فهفطرد ان يقل ويبضرب 9 من 10 على اساس ان ممكن القطاعات اللي تنفذ تكون اقل من الحقيقة وكده لكن بجمع ال wind او الزلازل وبالتالي هنا بيكون في safety factors ايضا في ملحوظة برضو يعني هنقولها طالما ال احنا بتحدث عن ويمكن فيما بعد تتاح فرصة نحن نعمل محاضرة كاملة عن ال load combinations عند ونقول الحاجات دي جات من ونحن يعني في بسط شوية في تفصيل اكتر وكده يعني في الكود اللي هو ال ASCE اللي هو American Society for Civil Engineers لما لما كانوا بتكلمهم على load combinations اللي هي at surface level قسمهم اللودز لنوعين في نوع دائم اللودز يعني الوصف بتاح دائمة permanent زي dead ده أنا بعتبره دائم دائم يعني موجود على الدوام يعني وفي نوع تاني من اللودز عابر زي عابر سبيل كده يعني شوية وبيتحرك بيبقى transient يعني مش دائم لا ده عابر يعني شوية وهيتحرك زي الزلازل زي الرياح زي اللايف وفي احيان ممكن اللايف يبقى يبقى دائم وليس عابر طب مين اللي بيحدد انا انا كإنجينير كديزاينر انا اللي بحدد الحملة دائم ام عابر يمكن حتى تلاحظ في الكودز لما بيجي يعني سيف الاتابس مثلا يقول المصدر بتاع الكتلة لان انت لما بتشتغل دايناميك بيبقى البرنامج محتاج يعرف الماس لان احنا عارفين الفورس بتسوي الماس في ال acceleration كديناميك فورس بتسوي الماس في acceleration فانا محتاج الماس فالاتابس بيسألني يقول الماس source الماس اللي انت هتستخدمها في المعادلة اللي الفورس بتسوي الماس في acceleration مصدرها ايه فبقوله الدد وربع اللايف مثلا او نص اللايف او كل اللايف طبعا على اي اساس انا دخلت جزء من اللايف في حساب الماس ده بيعتمد على قد ايه من اللايف ممكن اعتبره حملة دائم المهم فالكود اللي هو الاساس الجزء الخاص باللودز بيقول لو عندي حملة دائم زي الدد ومعها حملة عابر وحيد زي اللايف مش هضرب اللايف مش هخفض اللايف ايضا لو عندي الدد ومعها حملة عابر وحيد زي الزلازل برضو مش هخفض الزلازل لكن السبعة من عشرة اللي قدام الزلزال ديت عشان الزلزال جاي ultimate فانا بحوله الworking او عند السيرفس لكن لو عندي فيه في المسألة اكتر من حمل عابر يعني سي عندي الدد دائم وعندي حملين عابرين اللي هما اللايف والزلازل فبيقول نجمع كل الاحمال العابرة داخل القوس ونضرب القوس في كام في 75 من مية وكأنه بيقول ان ال probability ان الدد يبقى موجود واللايف موجود والزلزال يبقى موجود فالprobability ده ضعيف شوية فبيقول لو انت مصر انك تاخد الدد واللايف والزلازل فاجمع كل العابر داخل القوس وادر في معامل تخفيض يعني كنوع يعني من التخفيف شوية وكأنه بيقول ان صعب ان كل المصايب او الاوضاع الصعبة تتجمع في آن واحد وكده يعني ويمكن برضو في جزء هنتعرض له فيما بعد فيما بعد لما نيجي نشيك على الكباستي بتاعت الصويل او الكباستي بتاعت البايلز ففي ساعات بنضرب الكباستي بتاعت البايلز في واحد 33 من مية يعني بنزودها التلت يعني حتى في بحس يمكن كان منشور لان في كودز يعني يعني اوقات قارن بدل ما يقارن بالكباست بتاعة البايل لا يقارن ب 33 من مية الكباست بتاعت البايل وبعد شوية الكودز حصل فيها تغيير ويبقى نقارن بالكباست بتاعت البايل بمية في المية الكباست بتاعت البايل فقط فبدأ يسألهم سؤال الطب التلت راح في في بحس منشور بيحكي عن قصة قصة التلت فان شاء الله لما نتكلم عن هنحاول نقول قصة التلت نكمل مع الموضوعات بتاعت الستابلتي طبعا احنا يمكن اول موضوع هو و بعدين سلايدين يمكن ده الترتيب فاحنا الاول لان ممكن زي ما شوف دلوقتي يحصل بعض اللابس ما بين الابلفت والاوفرترنج فاحنا احنا حاولنا نبتدي بسؤال بيقول what is the difference between ابلفت and اوفرترنج هل في فرق بين الابلفت والاوفرترنج وكده ولا ده حاجة وده حاجة طب فيه بينهم تشابه هنشوف يعني نحاول كده ايه يعني نقول يعني نجلي اللابس اللي ممكن يحصل ما بين الابلفت والاوفرترنج طبعا كلمة ابلفت بمعناها الاستلاحي اب يعني الاعلى وليفت يعني ايه شيء بيترفع بيترفع الاعلى وايضا الاوفرترنج لما يجي يحصل اوفرترنج لو عندي اعدة سي مثلا وعليها ايه حمل رأسي دابل سي مثلا ام مثلا وعليها حمل اوفقي دابليو فكأن عليها مومنت فبتلاقي ايه فيه جزء من الاعدة اللي هو على الشمال عليه تنشن والجزء الاعدة اللي على اليمين يعني الاعدة بيبقى تحت لما ترسم يعني لو جيت تحسب لستريس تحت الاعدة من المعادلة اللي هي ان على ايه زائد ام على اي في الواي مثلا فممكن يطلع الناحية الشمال فيها تنشن فيها تنشن ففيها تنشن فطبعا احنا قلنا ان الاساسات اللي على الصويل فيه كومبريشن فيه فريكشن مفيش تنشن فلو فيه تنشن في الناحية الشمال يبقى الاعدة هتترفع اذا فيه جزء من الاعدة هنا ترفع عن الارض حصل ايه يعني يعني لأعلى وليفت واترفع لكن جزء مش كل يعني فيه جزء من الاعدة مازال بيرتكز على الارض وبيضغط والضغط شديد وفيه جزء للشمال من الاعدة ارتفع عن ايه الارض لكن واضح ان دي مسألة overturning وكأن فيه بيفوت فيه ركن الركن اللي على اليمين والجسم هيتقلب وبيلف وبيدور حوالين الكورنر اللي هو ايه اللي هو على على اليمين فعندي فيه قوة بتعمل اللي هي لما يضربها في الاتش بتعمل overturning moment moment بيحاول يقلب وفيه قوة تانية اللي هي م مضروف ايه بتعمل moment بيحاول يعاكس او بيعمل اتزام بيعمل stability فبقى moment بيعمل stability اللي هو الام في ال ايه عكس المومنت اللي بيعمل overturning اللي هو الو في الاتش مين بقى هيتغلب على مين هيحصل overturning ولا لا دي القصة لكن الشاهد ان انا عاوز اقول ان فيه جزء من الاعدة او الجسم على الشمال هيترفع لكن لو بصينا للمسألة اللي على الشمال هنلاقي فيه say مثلا share wall مثلا وفي الاخر مرتكزة على عمودين صغيرين وقعدتين وعندي احمال رأسية وعندي احمال جانبية فلو انا جيت احسب ال reactions الواقع على كل الاعدة فممكن الاقي الاعدة اللي على الشمال كلها under tension الاعدة اللي على الشمال كلها under tension والاعدة اللي على اليمين كلها under compression فممكن الاعدة اللي على الشمال كلها تترفع لفوق وتسيب الارض تماما مش يبقى جزء منها اللي هو زي المسألة اللي على اليمين مازال عامل contact مع الارض والجزء اللي على الشمال ترك الارض وارتفع لا ده هنا في المسألة دية المسألة الاولانية اللي على الشمال ممكن تلاقي ان اعدة كاملة حصل لها ايه uplift ارتفعت وثابت ايه الارض واضح هنا ان المسألة اللي على الشمال فيه uplift حصل للقاعدة الشمال المسألة اللي على اليمين فيه overturning يعني على يعني على وشك الحدوث فيه جزء على الارض وفيه جزء بيترك الارض الشبه بين الاتنين ان في الحالتين فيه جزء من المنشأ بيحاول يرتفع عن الارض لكن الفرق ان في المسألة الشمال الاعدة كلها ارتفعت وهتترك الارض لكن المسألة اللي على اليمين فيه جزء مازال على الارض فيه جزء مرتفع عن الارض وكأن ال uplift كمصطلح كمعنى ممكن يبقى total يعني شيء كامل يعني ممكن يبقى partial يعني جزء مرتفع وجزء متماس كده يعني يمكن المسألة اللي تحت بتوضح شوية اكتر يعني عندي ساي مبنى و على الشمال المبنى كامل ترك ارتفع وكأن يعني مثلا في مية وهيعوم يطفو فارتفع المبنى كله ارتفع لكن نفس المبنى على اليمين هتلاقي حاول بيتقلب نتيجة احمال ساي رياح او زلازل لكن بيبقى فيه جزء بيبقى عنده اللاو اللي هو الجزء الشمال لكن مازال فيه جزء اللي هو اليمين وفيه بيفوت فيه روكن كده اللي بيحصل حواليه الانقلاب مازال يمكن مرتبط بالارض تحت يمكن فيه سؤال بيسأل فيه علامات استفهام كده يعني نحاول يعني نحط مكان كل علامة استفهام لفظ او او شيء يعبر عن كأن ده سؤال ومطلوب جوابه واضح ان العربية اللي قدامنا في الرسم هيحصل لها ومع في ناحية العجل بتاعها ترك الارض وكأن بنقول ايه allow ايه uplift يعني بيسمح بي uplift لكن هي في النهاية هي مسألة ايه overturning وكده يعني نستكمل الحديث اللوتز اللي ممكن بقى تعمل overturning او تعمل uplift ممكن يبقى wind ممكن يبقى earthquake في الغالب الاحمال الجانبية سواء كان بقى water pressure earth pressure wind earth quakes يعني بتعمل moment والmoment بيعمل tension في الناحية سي الشمال وهيعمل ايه compression في الناحية اليمين كأن المنشأ عندي cantilever مثلا fixed في الbase وفي فوق وعليه لوتز بقى جاية من الرياح من الزلازل من الوطر من earth pressure في النهاية هي احمال lateral عرضية افقية بتدرم القوة في المسافة بتعمل moment في المومنت هيعمل tension في الناحية الشمال وcompression في الناحية اليمين فطبعا التنشن بيحاول ايه يشد فكأن الجزء الشمال من المسألة بيترفع والجزء اليمين بينضغط فلو انا مرتكز على الصويل فممكن الجزء الشمال زي ما هو واضح في المسألة اللي قدامنا الويند او الزلازل بتعمل moment فالمومنت بيرفع الاعدة اللي على الشمال تماما ويدغط الاعدة ايه اللي على اليمين وتبقى الاعدة اللي على الشمال كلها بقى اكمالها بتترك الارض وترتفع لفوق فكأن فيه uplift والاعدة اللي على اليمين بتنضغط وايضا ممكن في الحالة ديت يحصل ايه ممكن يحصل overturning المنشأ ككل لكن وهنا لما بيجي يحصل overturning لقينا ان الاعدة اللي على شمال كلها سامت الارض وارتفعت فكأن حصل لها uplift لكن ممكن الاعدة اللي على اليمين او لو عندي اعدة وحيدة ممكن يبقى تحتها compression وتنشن فيبقى نفس الاعدة جزء منها تحت تنشن وجزء تحت compression فيه overturning زائد اللي 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 بصنا للتاور اللي اللي هو الستيل قدامي فيه اعدة على الشمال وقعدة على اليمين وفيه احمال الافقية فممكن الاعدة اللي على الشمال كلها يحصل لها uplift ففي الحال دي باضطر اعمل ايه pile لان الاعدة هتمشي تطلع لفوق فلازم حاجة تشدها لتحت لان الصويل مش هتشدها فلحادي محتاج pile فحط pile بيسمى uplift ايه pile والpile اللي على اليمين هيبقى عليه compression وطبعا الاحمال بتاعت الويندوز والزلازل reversible يعني بتتقلب فالpile هيشتغل شوية compression ويرجع تشغل tension على حسب ايه حالات تحميل يمكن قدامنا shear walls تحت فطبعا في حالة لو ما فيش moment هيبقى تحت shear wall كلها compression لو عندي في احمال افقية فبيبقى فيه moment فيه جزء من shear wall تحت عليه tension فبيبقى فيه allow uplift بيسمح بالuplift وبالتالي طالما فيه قوة فقية يبقى فيه overturning moment overturning moment moment بيحاول يعمل انقلاب وفيه امكانية ان يحصل ايه overturning حوالين بيفوت حوالين نقطة وطبعا احنا معروف ان فيه احمال اخرى زي dead بتعمل stability يعني بتقاوم يعني ضد ان يحصل انقلاب يمكن قدامنا بعض المسائل يعني كاني يعني بستكمل حديث او الجواب على السؤال بيقول ايه الفرق بين overturning ولو عندي كرة مثلا وبحاول اغطس الكرة في الماء فاحنا عارفين القاعدة بتاعة ارشميدس اذا غمر جسم في سائل فانه يلقى دفع من اسفل لاعلى يساوي وزن الحجم المزاح فطبعا لما بتضغط على الكرة فطبعا فيه قوة بتحاول تدفعها تعمل لها تعويم من اسفل لاعلى فلو سبت الكرة بتلاقي الكرة بيحصل لها uplift وتطلع الكرة كلها مش جزء منها لا الكرة كاملة بترتفع لاعلى وبيحصل ايه uplift ده يمكن مختلف شوية عن المسألة على الشمال عندي عربيتين وبعدين لو العربية الفؤانية بتفارمل مثلا فبتلاقي الجزء في الخلف بيرتفع كأنها مسألة overturning بس فيه جزء بيحصل اللو اللو uplift يعني وده واضح من الصورة الحقيقية اللي تحت يمكن منطاض اللي تحت ده نتيجة فيه هوا سخن فالهوا السخن كسفته أقل من الهوا البارد الهوا السخن بيطلع لفوق والهوا البارد بينزل لتاعت فبيحصل uplift يعني ايضا يمكن المسألة اللي على الشمال كأنه ميزان وفيه كفتين فيه كفة لما بتتملأ الكفة التانية بيحصل لها uplift ويمكن موضوع uplift يمكن مرتبط اكتر بالطفو او التعويم تلاقيه سفينة في المية فانها بتطفو وتعوم وكده وكلما تزود الاوزان يبدأ يحصل يعني سفينة تنزل لتحت تخفف الاوزان يبدأ القوة بتاعت التعويم او الطفو وتبقى اكبر فترفع السفينة لفوق وكده طبعا الكرام ده بيقابلنا في المنشآت ان بيقى ساعات فيه منشأ وفيه بودرمات وبقى فيه المستوى منصوب المياه الجو فيه عالف بقى فيه بيعمل uplift للمبنى فبيرفع المبنى الاعلى فبيبقى عندي فيه أوزان أوزن المبنى بيضغط الأسفل وكده بنبدأ تشيك ان الاوزان يبقى فيه safety factor يبقى اكتر من مرة ونص وإلا المبنى بقى يطفو أو يتقلب أو يحصل نبتدي بال uplift يعني احنا يمكن ذكرنا من شوية يعني عملنا مقارنة كده ما بين uplift وال overturning وقلنا مع overturning بيبقى فيه جزء كده من المبنى يعني فيه allowance يعني امكانية انه يرتفع في allow uplift يعني ال uplift يمكن احنا يعني لما ميزنا بينه وبين overturning انه بقى فيه شيء بيرتفع باكمله يعني زي ما احنا شايفين كده وفي وينش وفي بيرفع حاجة فالحاجة بتتشال كده من المكان اللي هي فيه وترتفع لأعلى كلها يعني مش جزء منها يعني زي التعويم زي واحد بيعوم في المياه بيبقى فيه force بتدفع لأعلى كده وبالتالي هو بيطفو أو بيعوم على سطح الماء حتى فيه أحيان سي بيبقى فيه منشآت سي تحت الأرض مثلا زي بوكس كده من الخرصانة وفيه بيعمل على انه يرفع البوكس ده الأعلى يعني يعمل تفو أو تقويم ففيه أحيان كتيرة بتكون الأوزان اللي هي جاية من فوق لأسفل بتكون مش كافية فممكن المنشأ يطفو أو يحصل أو يرتفع لأعلى كأن فعلا انت معلقه في وينش زي الصورة اللي فوق كده وبترفع الأعلى فنحن طبعا الكلام ده مينفع شي فنحن عاوزين نثبت المنشأ ففيه أحيان كتيرة لو حسبنا الأوزان كلها اللي هي بتؤثر الأسفل وما كانتش كفاية فنحن ممكن نصب إسلاب كده بتحت البوكس اللي هو بيمثل المنشأ ونربط ها مع المنشأ بأشاير من الحديد وبيقال على البلاط دي anti flotation slab كأن كأن ثقل بيزود الوزن الأسفل عشان لما القوة بتاع الـ uplift ترفع لأعلى يبقى الأوزان اللي فوق أكبر مرة ونص من مرة ونص الـ pressure اللي بيحاول يرفع لفوق وفيه أحيان كتير فيه منشأات زي ما قلت لو هي فيه منشأات بتبقى عيمة يعني في قلب المية مايبدأش يتحرك لأعلى ويمشي ويسيب مكانه وكذا ففي النهاية بيبقى عندي فيه قوة بتؤثر لأسفل وفيه بيؤثر لأعلى فأنا عشان يبقى فيه stability فأنا ببقى محتاج أن الأوزان اللي فوق تكون أكتر من مرة ونص اللي تحت طيب مش مكفي ففي الحالة دي ممكن أعمل تساعد معايا وتسمى uplift piles نحاول ناخد مثال ناخد مثال ويمكن ده المثال في الترتيب المثال رقم خمسة ويمكن المسألة دي تعدت علينا قبل كده ولكن احنا يمكن هنركز شوية في المسألة على الجزء الخاص بال uplift هدخل لنا عندي مخزن من الستيل عبارة عن فريم portal فريم واحدة وعندي طبعا قاعدة على الشمال وفي عندي قاعدة على اليمين وانا قلت قبل كده ان الاسبان كبير لدرجة ان بدي بقى صعب ان اعمل تربط بين الاعدتين لكن لو انا حليت المسألة مثلا عندي احمال رياح او زلازل احمال جنبية فبلاقي الاعدتين عليهم قوة افقية hl يعني horizontal عند lift horizontal force عند الright وعندي في قوة رأسية في قوة vertical عند الاعدة الشمال وقوة vertical عند الاعدة اليمين لكن الاعدة الشمال هلاقي هنا reaction عندها tension كأنه بيرفع الاعدة الايه بيرفع الاعدة الفوق وده واضح طبعا بسبب الرياح بتلاقي قوة الرياح كأنها بتعمل overturning moment فالover turning moment هيرفع الاعدة اليمين وده يمكن لو الواحد فينا ماشي في طريق وفيه هوى او رياح فبتلاقي الواحد كعب رجله بيرتفع عن الارض ومش رجله كده بيدغط عن الارض بالظبط كأن هيحصل overturning في جزء من المبنى بيرتفع بيبق عليه tension جزء عليه compression فالاعدة الشمال عليها tension وبالتالي الاعدة الشمال كلها عاوز تترافع لفوق كأن في فرص كده بتشد القعدة الشمال وترفع فوق احنا قلنا قبل كده القوى الافقية المسافات كبيرة فانا ما بعملش type beam فانا ببقى في عندي slab on grade في بلاطة مسبوبة على 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 الارض وطبعا بنفصلها عن المنشأ عن طريق isolation joint فعشان القوى من القوى زي ما قلنا قبل كده ففي حاجة اسمها hair pins بيبقى سيخ على شكل حرف V مثلا وبيبقى متوصل واصل ما بين البيدستل اللي هي الرقبة وما بين البلاطة وكأن بنقل الفورس الافقية او بقهمها بالاسلاب on grade بقى القوى الرقصية اللي هي التنشن القعدة بتتشد الفوق كده ممكن بعد شوية او وانا بستخدم المنشأ هلاقي في ناحية من المنشأ اللي هي الشمال اترفعت عن سطح الارض ولو حتى يمكن لو انت جيت تشيك مثلا يعني الاوزان اللي هتقاومك اللي هي الدد اللي هو وزن المنشأ وزن القعدة الطوب اللي موجود على الجنب بتاع المخزن التراب الصوين اللي فوق القعدة الجزء الاسلام من جريد كل الاوزان الدد اللي موجودة هتقاوم عكس القوة اللي هي بترفع الاعدة الفوق كأن في قوتين في قوة بترفع الاعدة الفوق بتعمل لها وفي مجموعة من القوة اللي هي الدد عكسها وكده لكن المفروض ان الاحمال الدد اللي هي بتعمل استابل اللي هي بتأثر الاسفل تكون اكبر من مرة ونص الاحمال اللي هي الرياكشن اللي هو بيرفع لفوق طب افرض انا الكلام ده ما تحققش الاوزان كلها مش كفاية ففي الحال ده ممكن استخدم بايلز مثلا والبايل هنا يشيل ايه تنشن وممكن مع وجود البايلز اللي بتشيل تنشن ممكن خلاص الاعدة مش هترتفع لكن ممكن العمود اللي هو العمود بتاع الفريم اللي متركب في اللي هي فوق البيت ستيل فوق الرقبة ممكن يقتلع نتيجة ان القوة كبيرة وانت سبت الاعدة خلاص بايلز تنشن في يحب تشيك ال 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 المسامير اللي عند ال تقتلع نتيجة ان عندي في قوة لاعلى بتحاول تشد وكده يعني لكن طبعا هنا الاعدة العشمال وضعها مختلف شوية عن ان يبقى عندي قاعدة واحدة وعليها overturning moment زي القاعدة اللي مرسومة قدامنا والحمل مش في المحور في moment في الموم تعمل compression في ال يمين وبيعمل tension في الشمال فالصويل ما بتشيلش tension لكن هنا بنقول ايه اللاو اللاو وده وضع مختلف عن الاعدة اللي هي في المسألة ان الاعدة اللي في المسألة هترتفع كليتا يعني الاعدة كلها هترتفع ده بيختلف عن ان يبقى في جزء من الاعدة بيبقى عليه compression جزء علي tension فواضح يعني الفارق وواضح ازاي هنا ان احنا لازم نشيك على الاعدة للاعدة اللي على الشمال ونتأكد ان فيه safety factor ونحل المشكلة بتاعة الـ reaction الرقصي زي ما حلينا المشكلة بتاعة الـ reaction الـ الـ الجزء اللي بعد كده اللي هو overturning احنا عرفنا دلوقتي وقدرنا او نقدر نميز ما بين overturning وما بين uplift يعني كان فيه بينهم جزء مشترك كده ان فيه جزء من المنشأ بيرتفع يعني بيرترك الارض ويرتفع وكده الـ overturning بيبقى عندي مسألة وفيه جزء بيبقى عليه compression وجزء عليه tension الصويل ما بتشلش tension بيبدأ الجزء اللي عليه tension يترك الصويل ويرتفع وبتكون فيه هناك امكانية ان المنشأ يتقلب وبيكون فيه عندي pivot او roken بيبقى فيه امكانية للانقلاب حوالين الroken انا بقف عند الroken c اللي على اليمين وبيبقى عندي فيه two moments فيه المومنت الو w h ده بيعمل overturning بيقلب وفيه moment الو m في e ده بيعمل stability المفروض ان المومنت الو m في e يكون اكبر من مرة ونص المومنت الو w h على اساس المنشأ يبقى stable وإلا هيبقى فيه unistability وكده يعني يمكن واضح في الصورة اللي فوق فيه شخص في مكان وفيه شخص في مستوى اقل وبيحاول يطلع فيشد ايده وكده لكن ممكن يكون الشخص اللي تحت وزنه تقيل شوية فممكن يقلب الشخص اللي فوق اللي بيحاول يساعد وكده يعني فواضح ان ممكن يحصل overturning للشخص اللي فوق ايضا يبقى عندي فيه منشأ وعندي فيه احمال جانبية سواء كانت wind او زلازل او water او earth pressure يعني وخلافه الاحمال دي بتعمل overturning moment ويحاول يعمل overturning للمنشأ على corner او على pivot وكده زي ما واضح في الصورة طبعا انا لبيكون عندي مسائل وفيه امكانية overturning لازم تسمح بال uplift ما يفعش تستخدم springs بتشيل compression وتنشن لا لازم نستخدم springs يشيل compression فقط لكن لو تنشن ما يشيل وبالتالي نسمح بال uplift في المكان اللي فيه تنشن وبالتالي يبقى فيه هنا امكانية ان يحصل جاب على contact ان لو فيه contact يبقى فيه compression و friction لو فيه جاب مفيش interaction ما بين الجسم وما بين الصويل يبقى فيه فقط و friction مفيش tension overturning and overturning moments نرجع تاني لقصة ان عشان يحصل overturning عشان حاجة تتقلب زي ما احنا شايفين يعني في الصور اللي قدامنا عشان فيه شيء يتقلب لازم يكون فيه moment بيسع أو بيعمل يحاول يقلب المنشأ وكده يعني يبقى عشان يحصل overturning لازم يكون عندي فيه overturning moment وكده يعني overturning moment لو لو عندي اللودز قليلة اللي هي يعني هينتج عنها المومنت فبالتالي بقى overturning moment قليل وبالتالي تبقى الرغبة أو الميل في ان المنشأ يتقلب ايضا بتبقى قليلة لكن انا قدر اقول في النهاية في النهاية ان انا عندي فيه عزمين يعني فيه overturning moment فيه عزم بيحاول يعمل انقلاب وفيه عزم اخر بيعكسه او بيقومه اللي هو بيسميه resisting moment او الرغبة لو احنا هنستخدم الرغبة يعني يعبر عن resisting و الرغبة يعبر عن overturning يبع عندي two moments فيه moment اسم overturning moment وفيه MR اللي هو resisting moment لازم يكون resisting moment اكبر من مرة ونص overturning moment علشان يبقى فيه ايه في safety factor وبالتالي يبقى فيه ايه في stability وما يحصل ايه overturning لو بصينا المسألة اللي فوق عندي عربة والعربة مشي على عجلة وفيه انسان شايل او بيحرك العربة والعربة فيها متحملة رام لسي مثلا فلو بصيط فيه نقطة ممكن يحصل حاليا حواليا انقلاب اللي هي البيوت عندك مجموعة من القوة فيه قوة بتعمل اتزان زي الوزن بتاع الرمل ووزن العربة وفيه قوة بتعمل overturning فحاول بقى ايه من المسألة كده تحسب المومنت overturning moment وتحسب resisting moment وتقسم الاثنين على بعض وعندك المسافات وعندك الأحمال وشوف قد ايه safety factor يمكن المسألة اللي تحتيها برضو مسألة فيه شخص يعني تحاول يسبح في الماء فبيقفز من على المنط وكده طبعا في overturning moment يعني حاول كده تحسب المومنت يمكن قدامنا دي مسائل قطار وحصل overturning عندي كاميرا وفي حمل W على cantilever وفي حمل F في backhand فأكيد لو بصيت للمسألة يعني في احتمال كبير ان ال support دي ال reaction عنده attention فكأن لو ما فيش support دي ممكن مسألة تتقلب يعني cantilever عليه أحمال أكتر فيقوم يرفع الجزء اللي هو على اليمين ويحصل overturning وكده فحاول تحل مسألة وتجيب reactions وتشوف قيمة reaction عند support A وال support D ممكن تنظر القيم للW والF أو تقول امتى قيمة W وقدي M للF تحصل تحصل تنشن عند support دي وكده يعني يمكن المسائل اللي تحت فيها animation شوية عندي في retaining goal وواضح ان في pivot في نقطة بيحصل حواليها الانقلاب وطبعا مع overturning في جزء اللي على اليمين بيترفع لفوق وبالتالي بيترك السويل في gap مفيش tension في compression في friction فدي كأن في gap على contact يعني لما بيحصل gap مفيش تفاعل لما بيحصل contact بيبقى في تفاعل وكده المسائلة اللي على اليمين يعني يمكن فيها حاجات كتيرة في برضو pivot على الشمال وفي بيحصل up lift على اليمين الجزء اللي على اليمين بيرتفع ايضا ما بين الريتين جول ومبين الصويل فوق في gap على contact problem في جسمين لما جحل مسألة فانات المنت ما ينفع شي اقول ان اعمل mission للحيطة ومش للصويل ويبقى النودز common ونفس النودز وتمشي مع بعضيها وتشد وتضغب لازم يكون في انترفيس ما بين الحائط وما بين الصويل ويتحركوا بالنسبة البعض تبقى في حركة relative ما يبقوش كأنهم جسم واحد لا ممكن الصويل تنزل اكتر من ال rc wall ولو حصل gap مفيش تفاعل لو حصل contact تبقى في compression و friction احنا اتكلمنا على في محاضرة سابقة ازاي بنعمل modeling لل overturning moment يعني لو عندي مسألة وعندي في overturning moment دخل overturning moment في برنامج save كmoment concentrated احنا كنا قلنا قبل كده لا احنا بنحول المومنت لقوة compression وقوة tension لو عندي مسألة وعندي two points تحت وعندي مجموعة من القوة على المين ومجموعة من القوة على الشمال حتى انا لو حليت المسألة فالreactions تحت بتطلع compression عند rotation point وتنشن عند الشمال وكأن اي نعم في مومنت جاي من فوق في مومنت اللي هو هتضرب القوة في المسافات بتاعتها القوة اللي على اليمين في مسافتها وتطرح منها اللي على الشمال وفي الآخر هيتكون مومنت لكن المومنت بيتحول تحت لقوة compression وقوة تنشن عند الtwo points اللي تحت بقى فيه compression على مين وتنشن على شمال وبينهم زراع عزم تضرب القوتين في زراع العزم يطلع نفس المومنت المساوي للمومنت اللي جاي من القوة اللي فوق يمكن احنا اخدنا المسال اللي فوق قبل كده كان عندي مسألة فيها زلازل وكان لو عندي المومنت بتاع الزلازل كان قيمته 4800 كيلو نيوتن متر وكان عندي المسافات البينية 6 متر ما بين الاعمدة في الاتجاهين وانا عاوز ادخل المومنت ده كاحمال زلازل فانا كنت بحاول المومنت لضغط في الاعمدة الاربع اللي فوق وشد في الاعمدة اللي اربع لتحت وطبعا صف الاعمدة اللي في النص لا يطلع عليه ضغط ولا شد لانه عند النيوترال اكسيز فكنت انا بقسم المومنت اللي هو 4800 على الاسبان اللي ما بين العمود اللي عليه كومبريشن والعمود اللي عليه تنشن يقسم على 12 فيبقى ايه يطلع 4000 كيلو نيوتن وفي الاخر ال4000 متقسمين على كام عمود على يبقى في النهاية خالص الاحمال هتدخل انه كل عمود عليه ايه عليه الف كيلو نيوتن اربع اعمل في المين كل عمود عليه الف كيلو نيوتن كومبريشن واربع في الشمال كل عمود عليه الف تنشن لو جمعت يبقى 4000 و4000 لو ضربت في المسافة يبقى 4000 في 12 يطلع المومنت 8 يطلع المومنت 4800 ارجو ان الحسابات تكون مضبوطة يعني يعني لو اخطأنا في الاسم مش مشكلة ترجعوها يعني نفس القصة لو عندي وعليها احمال رأسية مثلا وعندي احمال جانبية ففي النهاية عند الباس بتاعت الشير وول بيكون في عندي نعلي ايه زائد ام على اي ف احنا يمكن قولنا قبل كده ان احنا مش بندخل مومنت احنا بنيجي عند الباس ونحول المومنت القوة وقوة تنشن بينهم زراع عزم بحيس لما اضرب القوة في زراع العزم يديني نفس ايه ارسم السترس دياجرام عند الباس وبعد كده اقسم الاجزاء واركز كل جزء في قوة محصلة وكده يعني اكيد احنا يمكن اتكلمنا في الكلام ده لكن يبقى معروف ان لما بيكون عندي وعاوز ادخل المومنت ده في البرنامج السيف تحاول المومنت الى بينها زراع عزم لكن كلما يبقى عدد القوة اكتر بيبقى افضل لانه يعني يحاكي الواقع يعني المثال رقم 6 مثال مرتبط بال overturning ويمكن المثال ده مثال هيقابلنا في حياتنا لعملية كتير يعني ده ما بنجي يعني بصدد ان احنا ننفذ برج كبير مثلا في بيبقى في لوحة اعلانات كده بتسمى assign board بتكون امام المشروع ساعات بتبقى ضخمة جدا يعني ارتفاعها ممكن يوصل لخمس ادوار وست ادوار وكده فاللوحة نفسها مسألة يعني you have to check overturning والمشروع والسلايد وكده زي ما هنشوف فاللوحة بتكون الاريا او المسطح بتاعها كبير وبيكون عليها احمال الويند احمال الرياح بتكون كبيرة وكده لان الارتفاع بيكون كبير فالاريا المتعرضة للويند كبيرة في الفورس بتاعت الويند بتبقى ضخمة وكده هنا المشكلة عندي مش في تصميم القاعدة ولا يطلع فيها حديد يعني من كل حاجة تبقى مينموم لكن المشكلة كلها هنا في مشكلة المسألة ديت هي مشكلة ان يحصل اللوحة كلها تتقلب اللوحة كلها تتقلب فممكن اضطر في احيان كتير استخدم تحت الاساسات مع اني هنا كأوزان وكده مش ايضا بيبقى في المشاريع بيبقى فيه فيه صور حوالين المشروع بيبقى فيه فانس حوالين المشروع فالصور ده نفسه بيتصمم وهو بيبقى يعني ممكن يعني حاجات كلها بريكاست بس في المهم لازم القاعدة يعني الصور بيبقى عبارة مجموعة من البانيلز لكن كل ما سافى فيه عمود على قاعدة لازم اشيك على قاعدة وميحصل اوبرترننج والصور يتقلب فطبعا واحد ما يستهنش ويقول ان دي لوحة بتتخط دم المشروع او في صور حوالين المشروع لانه ممكن يتقلب وممكن يعني يتسبب في ان يحصل حوادث وكده فيعني المفروض ده تبيت شيك دي يعني يمكن دي مسألة عندي لوحة وطبعا اللوحة ممكن تبقى منخفضة وممكن تبقى مرتفعة وزي ما قلت بتبقى مشكلة الاكبر عندي هي مشكلة الويندو وكده طبعا يعني الموضوع مش موضوع اللوحات اللي هي بتبقى امام المشاريع لا احنا ممكن تلاقي في الطرق مثلا في لوحات ارشادية ممكن تلاقي في محطات البنزين ممكن امام المشاريع الكبيرة ممكن اعمدة الانارة مثلا يعني ده موضوع مش بسيط يعني فلازم تبي دي زايند وتبي تشاكد ويبقى المشكلة عندي الاكبر هي مشكلة مشكلة مش ترانف بتبقى مشكلة ايه استابلتي وكده حتى لو رجعت لل دي زاين لوحات اللي بتبقى الارشادية على الطرق هتلاقي في الدزاين معمول الحساب انه ممكن يحصل حادثة وان العربية تخبط يعني حتى بيبقى من الحالات التحميل انه ممكن يحصل حادث والعربية تخبط في اللوحة وكده يعني فرود تتحمل وكده فطبعا اللوحات ممكن تبقى مرتفعة ومخفضة بترجع للكود هتلاقي في الكود المصري للأحمال فيه شفتر للرياح وجاي باللوحات وارتفاعاتها وبيديك الويند لكل حالة وكده وبيبقى طبعا وانت بتركز الفورس بتاعت الويند الكود بيفترض عليك ان انت تعمل ترحيل للفورس بتاعت الويند ما تبقاش في السنتر لا ممكن تيجي مين او تيجي شمال والكود بيديك القيمة يعني كأن الفورس بقت اكسنترك ما هيش سنترك مش في المحور زي ما قلت انت بتجيب الفورس وبتركزها وتضربها في الارتفاع فبتجيب مومنت وبعدين بتعمل القعدة وبتشيك على الايه على لان بيبقى المشكلة الاكبر هنا هي مشكلة ايه مشكلة وفي احيان كتير زي ما قلت ممكن اضطر ان انا اعمل وحتى في ناس تستغرب يعني ده لوحة يعني فين الاحمال اللي انا يعني بعمل على اساسها البيلز وكده لا انا عامل البيلز اساس ممكن تبقى تنشن بايلز وكده مايحصلش ايه مايحصلش اوورترننج ل ل ل وكده الموضوع اللي بعد كده اللي هو السلايدنج ان ممكن يحصل انزلاق يعني نتيجة اللوتز اللي هي الافقية من الرياح من الزلازل ووتر بريشر ايرث بريشر فممكن يحصل ايه سلايدنج زي مايحنا شايفين المنشأ ايه يتحرك بالنسبة ايه للأساسات ويمكن لو تفتكروا من المسألة اللي هو الفريم الاسبان بتاعه كبير فكانت الاعداء كان بيبقى عليها ايه قوة افقية وقلنا احنا مكناش قادرين نعمل تاي بيم لان الاسبانز كبيرة جدا فعملنا سلاب اونجريد وبالتالي عشان نشيل القوة الافقية لان ممكن القوة الافقية دي تخلي الاعداء تتحرك يحصل سلايدنج فكنا بنربط الاعداء بالاسلاب اونجريد عن طريق الهير بانز وكده يعني طبعا واضح ان في دي صورة لسلم متركب من اجزاء وما بتيجي تفريد السلم فبيحصل سلايدنج للاجزاء على بعض يهم كن المسألة اللي قدامنا دي مسألة استابلتي وكده في احمال افقية وفي احمال رأسية وطبعا في فريكشن تحت عشان طبعا منشأ ما يجي يتحرك افق يحصل سلايدنج فالفريكشن بيقاوم وكده فدي مسألة فحاول كده ايه تحسب الاورترنج وقد ايه بالنسبة الاورترنج وتشكل السلايدنج وكده تفترض قيمة الميو وتشوف يعني محتاج قد ايه عشان المنشأ ده ما يتحرك في الاتجاه الافق وكده المثال اللي بعد كده يمكن على السلايدنج احنا يمكن لو تفتكروا كنا قلنا المثال ده قبل كده لكن يمكن المرات بنعيد تاني من وجهة نظر السلايدنج وكده احنا قلنا القاعدة عليها قوة افقية ومفيش طايب بيم فبين قاوم السلايدنج عن طريق الهير بينز المربوطة في السلاب ايه اونجريد ويمكن احنا ذكرنا قبل كده ان في بعض المخازن بيبقى مش متاح ان انا اعمل السلاب اونجريد على الاريا فبعمل زي مشاية كده على المحيط سلاب اونجريد وبيبقى في انتر لوك فاصبح القول افقية بتتنقل من البيديستيل للسلاب اونجريد وبعدين السلاب اونجريد مسطحة صغير فممكن تتحرك تتشد فبيبقى المقاومة عن طريق الفريكشن اللي تحت وباضطر زي ما قولنا قبل كده ان احنا نزود السيكنس لسلاب اونجريد في الاطراف على اساس يعني يبقى في جزء بيرينج لما بتشد القوى اف اتش بتشد السلاب اونجريد فالسلاب اونجريد بقى في فريكشن وفي بيرينج ده بيساهم شوية او ممكن يعني على اساس اقدر احقق السيفتي فاكتور لان بيبقى محتاج زي ما قلت ان السيفتي فاكتور يبقى اكتر من مرة ونص فده بيبقى محتاج اريا اكبر شوية فممكن المكان مش مكفي فاضطر اعمل ازود الثيكنيس على اساس ان انا يبقى في جزء بيرينج يقاوم معي واشنى قلنا يمكن ان في فايدة اخرى ان ازود الثيكنيس لالسلاب اونجريد في الاطراف لان الاسلاب اونجريد من فوق متعرضة للهوا فبيحصل جفاف وبالتاني بيحصل انكماش اسرع من البوتوم فبيحصل تقوص لالسلاب اونجريد من الاطراف لأعلى فطبعا لما بزود الثيكنيس في الاطراف فبيبقى فيه زي ثقل يبدأ يهبط وبالتالي يبقى صعب انها تتقوص لأعلى المسألة اللي قدامنا سؤال بسيط كده يعني سؤال سهل جدا بيقول ايه الفرق بين الحالة واحد والحالة اثنين يعني دي مسألة لكن الوضع في الحالة واحد مختلف عن اثنين يعني فيه سلايدنج فيه سلايدنج فاحنا عاوزين بس نجاوب نقول واحد تطلع ايه واثنين يعني سلايدنج ولا يعني موضوع سهل لمسيط اعتقد السؤال السؤال اللي بعد كده انتوا عارفين فيه ساعات اسئلة كده بيجيبوا فيها شكلين ويقول لك اكتشف الاخطاء يعني بين الشكل رقم واحد والشكل او ايه المختلف بين الشكل رقم واحد والشكل رقم اثنين فالسؤال بيقول spot the difference between one and two يعني ايه ايه الفرق يعني بين واحد واثنين المسألة دي ممكن انعرضناها من شوية برضو هو سؤال يعني بيكرر نفسه وهي سؤال يعني بيسأل بيقول لي عمل check على overturning وعلى sliding وقول safety factor في الحالتين هيبقى كام ايه على ايه وهيطلع كام يعني 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 في حالة overturning بتقسم مين على مين ولما تقسمهم شوف factor وفي safety يطلع كام وفي حالة sliding هتقسم مين على مين برضو وقسم كده وشوف factor of safety او safety factor ويمكن تحت كمان بيقول لي طيب لو انت بتعمل check على overturning او sliding ايه load combinations المناسبة لكل حالة اكتب load combinations في حالة overturning وفي حالة ايه sliding يمكن دي مسألة ايضا فيها animation وهو بيعرض الانواع يعني overturning وبعد كده هيدخل على الحالة العامة وفي sliding ويعني يعني نقف شوية مع الصورة كده ونقرأ المصطلح اللي تحت ونقارن animation ونشوف يعني بيتنقل من ايه من وضع الاخر وكده الجزء الاخير اللي هو notice 7 عن stiffness modifiers ويمكن احنا تكلمنا برضو قبل كده عن stiffness modifiers وان شاء الله فيما بعد برضو هنحاول يبقى في محاضرة كاملة عن stiffness modifiers نتكلم عن يعني الموضوع من الاساس وكده يعني يبقى في تفصيل اكتر وكده يعني احنا تكلمنا قبل كده وقلنا ان في الاتابس وفي السيف دائما بنفترض الانيرشيا هي الجرس بنفترض ان القطاع بتاع الخرصانة كله شغال وكأن ما فيش كراكس وبالتالي بنقول ان الاي هي الاي جرس اللي هي لو مستطيل يبقى بي في تكعيب على 12 لكن طبعا في كراكس والكراكس دي بيحصل لها انشييشن يعني الكراك بيبتدي وبعدين بينتشر بيحصل له الكلام ده صعب ومش بسيط وان انا اعمل موضلينج للكلام ده مش سهل ممكن يتعامل في مسائل صورة جدا مسائل بحفية وكده لكن نعدله شوية بحيس ان هو يستوعب تأثير الكراكس كأن احنا هنقول خلاص انا هشتغل على الاي جروس بس هضرب الاي جروس في معامل تخفيض بحيس كأني باخد تأثير الشروخ ولكن بطريقة بسيطة وكده خلينا كده نبحث الموضوع ببساطة انا لو تخيلت ان عندي سي سيمبل بيم مسلا وبدأ تأثر عليها بأحمال بأثر على سيمبل بيم بأحمال فطبعا بيحصل ايه بيبقى في مومنت والمومنت بينتج عنه ديفليكشن فقلت ان انا هبدأ ايه ارسم العلاقة ما بين المومنت وما بين الديفليكشن في نص الكاميرا كده هنسميه دلتا والمومنت هنسمي ام وهبدأ بقى المومنت بزيرو بقى الديفليكشن بزيرو اعود ازود المومنت الديفليكشن بيزيد يزيد يزيد وهكذا لغاية لما هوصل ايه الاقي العلاقة طلع خط مستقيم لغاية لما هوصل لقيمة من المومنت اسمها الام ايه كراك او لغاية الام كراك بيكون القطاع كله شغال لسه مفيش شروخ مفيش ايه شروخ لسه القطاع باكمل وشغال الخرصانة مشرختش وبالتالي انا هنا باخد الانيرشيا كاملة الهي الاي جروس الهي البي في تكعيب على ايه اتناشر لما اوصل للام كراك بيكون الخرصانة على وشك ان هي تشرخ بيبدأ الشرخ يحصل فيبدأ في الحالة ده هي جزء من الخرصانة يشرخ وبالتالي يبقى ايه القطاع بقى ايه كراك د سيكشن وبالتالي الانيرشيا هتقل الانيرشيا قلت يبقى لا يحصل بقى للدفليكشن يبقى الدفليكشن يبدأ يزيد فالانيرشيا بدأ يتقل وبالتالي السلوك بتاعت الكاميرا البي فيور بقى اضعف شوية فالمنحانة بدأ يميل ويقل شوية لان الميل معنى ان الميل يقل لان القطاع جزء منه شرخ فمعدش شغال فبدأ يشغال معايا الحديد في التنشن والقرصانة في الكمبرشن فالقطاع الانيرشيا قلت فبدأ اضعف فالميل لازم يقل لان الميل يعبر عن الخط الاولاني بقيمة معينة بعد الشروخ هيبقى الميل ايه اقل شوية وبالتالي يبقى عندي حاجة اسمها الاي كراك بقى قبل الام كان اسمه uncracked ما فيش شروخ بعد الام cracking السيكشن بيشرخ وبالتالي بيبقى اسمه cracked section او الbehavior بيبقى cracked behavior وبالتالي هنا الانيرشيا قلت وبالتالي الستيفنس قل وبالتالي الdeflection هيبدأ يزيد وبالتالي الdeflection هيبقى ايه يزيد يبقى انا عندي فيه مومنت بأثر بيه على الكاميرا هنسميه applied moment او الا او الا او اقل من او يسوي القطاع كله شغال يبقى عند الاي جروس اول ما الا او الا اي يبقى اكبر من الا او او اصبح الخرصانة في الشد مهملة حديد اللي بيقوم الشد والخرصانة في ال ال انيرشيا قلت و اي اي الكراك او الاي كراك اقل فبالتالي الاستيفنس اقل فبالتالي الخطاع هيزيد لان الاستيفنس بتاعته اي 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 وكده وهكذا المنحنة بيفضل اي بيفضل اي بيكمل اي بيكمل معايا طبعا يبقى ده معنا اي انا لو بحل مسألة بال او بال وعندي مومنت اللي هو الام الام اي او الابلايد مومنت والمومنت ده اكبر من الام كراك يبقى معناها ماينفعش احل المسألة على اساس الاي جروس الوال بي في تكعيب على 12 لا لازم في الحالة ده هي اي لازم اغير الحل بتاعي لازم الانيرشية ال ماينفعش بقى هنا اعتمد على الاي جروس الوال بي في التحت ثاني بقى في مهمل بقى الجزء الفؤاني هو اللي شغال في الكمبرشن والحديد شغال في التنشن هنا في الحالة دي بقى بيبقى في مومنت جديد اقل المومنت جديد اقل من الاي جروس اللي هو الاي كراك بيتحسب ازاي بيتحسب ازاي بنيجا هنفترض ان في نيوترال اكسس على ارتفاع اكس من الجزء اللي فوق نيوترال اكسس لغاية الطوب هنسميه ايه اكس والاكس دوت ممكن نعتبره نسبة من الدي انا عارف طبعا المسافة دي اللي هي البعد من من السي جي بتاع الحديد للطوب فايبر فالحطة اللي فوق نيوترال اكسس اتبارها نسبة من الدي ك دي او سميها ايه سميها اكسس فانا الاول حاجة عشان اجيب الاي كراك لازم اجيب مكان النيوترال اكسس اجيب مكان النيوترال اكسس ازاي اخد عزم المساحة حوالين النيوترال اكسس اللي انا افترضت على بعد اكس من فوق فايبقى عزم المساحة اجيب كل مساحة في بعد مركزها عن المحور فالمساحة اللي فوق هتبقى عبارة حصل ضرب البي في الاكس والاكس اللي هو الكي في الدي يبقى البي في كي دي في نص البعد اللي هو نص الاكس اللي هو الكي دي على اتنين ده المساحة اللي تحت اللي هي الحديد طبعا احنا لو يكون عندنا حديد وخرصانة فعشان اطبق الكلام دوت. فلازم احاول القطاع لقطاع هوموجينيس كأنه من مادة ايه واحدة. فطبعا انا بستبدل الحديد بخرصانة مكافأة لكن في نفس المكان. فبشيلي الحديد واضرب ايه? ان في الاي اس. كاني شيلت الحديد وحطيت مكانه خرصانة مكافأة. مساحتها ان في الاي اس لكن في نفس المكان. بعد مركزها عن من نيوترال اكسز. يبقى عبارة عن ال ايه الدي. ما تروح منه الكي دي. طبعا انا هعوض في المعادلة في الاخر خالص من المعادلة. هقدر اطلع قيمة مين? هقدر اطلع قيمة الايه? قيمة الاكس. اللي هي ايه? اللي هي الكي دي. طبعا بعد ما طلع قيمة الايه الاكس او الكي دي. ممكن بقى احسب الايه? الانيرشيا ايه الجديدة. اللي هي الاي كراك. اللي هي بقى ايه? الجزء اللي فوق. هنجيب الانيرشيا حوالين محوره. وبعدين ننقلها. اللي هي في الاخر هتطلع البي في التي تكعيب على على 3 بقى مش على 12 لان على 12 لو لو انا بحس في السي جي بتاع الشكل لكن لما تيجي تنقل بقى فبتضرب المساحة في مربع البعد فبيطلع البي في الاتش تكعيب على ايه تلاتة وطبعا الاتش تكعيب هنا اللي هو المسافة اكس اللي هي ايه المسافة اكس اللي هي كام اللي هي اا tycker دي يبقى بي في اكس تكعيب على كام على 12 B في الـ X تكعيب على 12 على 12 وبعدين تنقل زائد المساحة في مربع البعد فيطلع في الاخر خالص كأنك بتقول B في الـ X تكعيب على 3 B في الـ X تكعيب على كام على 3 زائد الانيرشيا بتاعت الحديد طبعا الحديد احنا بنهمل الانيرشيا بتاعته حوالين محوره وبنقول زائد الـ area في مربع البعد فالـ area اللي هي الـ N في الـ A S بربع البعد اللي هو الـ D نقص الـ X لكل تربية أو الـ D نقص الـ K D لكل A لكل تربية خلاص انا حسبت الـ I crack لكن هم قالوا ايه قالوا يعني احنا لما نحل المسألة بالـ SAB أو بالـ ETABS انا لو المومنت عندي اللي هو الـ M أكبر من الـ M crack يبقى ما عادش ينفع استخدم الآيجروس وابدأ احسب الآيجروس لكن هم قالوا حتى لو انا عديت الـ M crack انا مش هاعتمد الآيجروس انا خلاص الآيجروس ما عديتش تنفع الآيجروس تنفع طول ما المومنت اللي في المسألة اصغر من أو يساوي الآيجروس يعني طول ما الـ M أقل من أو يساوي الآيجروس أستخدم الآيجروس طيب لو عدى طيب الحالة دي بقى المنطق يقول طيب ما نستخدم الآيجروس لا قالوا هنستخدم نوع ثالث اسمه الآي افكتف الآي اي وعملوا قانون للآي افكتف بيبقى حاجة مضروف الآيجروس زائد حاجة مضروفين في الآيجراك لو انت بسيط على الرسم عندك ثلاث خطوط خط بتاع الآيجروس ويمكن انا رسم الامتداد بتاعه فوق وخط للآي كراك ايضا انا رسم امتداده وعندك النوع الثالث اللي هو الآي افكتف خط المنقط انا رسم الامتداد بتاعه تلاحظ على الرسم اي ان الآي افكتف اكبر من الآي كراك واقل من الآي جروس يعني هو الميل بتاعه اكبر من الميل بتاع الآي كراك واقل من الميل اي بتاع الآي جروس فانا لما احسب الآي افكتف من المعادلة هلاقي ان الآي افكتف اكبر من الآي كراك واقل من مين واقل من الآي جروس لكن طبعا واضح ان المعادلة حين تحل المسألة يجب عليها المسألةσωierz من左 ألي성 became a A هو B اللي يمتح الام اللي هو مقاومة الخرصانة في الشد بس عن طريق الانحراء اللي هي في الكود المصري بيسموها F-C-T-R فلازم أحسب الـ M-crack من المعادلة وأحسب الـ M-A ده من اللودز وعن طريقهم أحسب مين الـ i-effective ويكون داخل في المعادلة الـ i-gross والـ i-crack طب بيه إحنا بنستخدم بقى الـ i-A الـ i-effective ليه ما استخدمناش الـ i-crack طالما أننا إيه حصل شروخ وعديت الـ i-gross ليه ما استخدمتش الـ i-crack واستخدمت الـ i-effective اللي هو أكبر من الـ i-crack لكن ما زال أقل من الـ i-gross لأن هما بيقولهم إيه لو فيه منطقة لو فيه شرخ مثلا وبعديهم بشوية فيه شرخ تاني فالجزء بتاع الخرصانة اللي بين الشرخ والشرخ لسه سليم فليه مقاومة ليه مقاومة في الشد بيسموها تنشن استيفنينج فقالهم عشان الدور بتاع الخرصانة اللي موجود مازال مبين الشرخ والشرخ في الشد فاحنا هناخد مومنتو في نرشة أعلى شوية من الـ i-crack اللي هو الـ i-effective لكن مازال أقل من مين من الـ i-gross طبعا الموضوع بتاع الكراكس صعب إن انا أعمله موديلنج في الفانات إلي منتو كده فزي ما قلت في الـ i-tabs وفي السيف قاله خلاص طب ما احنا نشتغل على الـ i-gross ولكن حطوا في البرنامج option كده اسمه ست موديفايرز إنه يعمل موديفكيشن للاستيفنس أو للإنيرشيا بحيث كأنه أخد تأثير الكراكس بس بطريقة بطريقة غير مباشة أو بطريقة بسيطة فالكود الأمريكي قال بالنسبة للأعمدة هنضرب الـ i-gross في 7 من 10 بالنسبة للحوائط لو هي uncracked تبقى زي الأعمدة 7 من 10 لو هي cracked تبقى زي الكاميرات كام 35A من 100 أما بالنسبة للبلطات فنضرب ايه في ربع طب واحد يسأل سؤال بالنسبة للشير وولز في قيمتين uncracked بـ 7 من 10 زي الأعمدة وcracked بـ 35 من 100 زي الكاميرات طب انا أخد مين فيهم فالكود الأمريكي قال لنا ايه هنبتدي المسألة بـ 7 من 10 ونحل المسألة وبعدين نطلع المومنت والنورمال والشير بس الـ ultimate اللي هي factored moments وشير ونورمال وناخدها ونعود في المعادلة اللي هي n على ايه زي ام على اي فواي ونطلع على stresses لو stresses في القطاع عدت الموديلس بتاع الخرصانة اللي هو الر او في الكود المصري F-C-T-R يبقى في الحالة ده هي ايه نرجع نعيد المسألة مرة تانية بس بإنيرشيا 35 من 100 طب لو معدتش يبقى الحل بتاعنا ايه مقبول وكده في ملحوظة تانية بيقولها الكود الأمريكي بيقول ان انت لو جيت تحل مسألة مثلا ودخلت الأحمال بتاعت الـ wind وهتشيك على الدريفت بتاع الـ wind يعني في اد سيرفيس يعني في مرحلة الـ working بتكون الأحمال ما هيش فاكتورد مش ultimate فالأحمال صغيرة شوية فالـ degree بتاعت الشروخ بتكون أقل منها عن حالة الـ ultimate فقالوا في الحالة ديات ممكن ايه المعاملات بتاعت التخفيض ايه نحسنها شوية فنقسم على سبعة ايه من عشرة وكأننا بنضرب القيم في واحد تلاتة واربعين من مية فيبقى العمود واحد والحيطة واحد او نص وهكذا يعني كأني ايه بيقول لي ممكن تعمل two models بالإتابس واحد سي للأحمال اللي هي بتاعت الـ working سي لو انا بعمل شيك على الدريفت مثلا من الـ wind فالشروخ بتبقى درجتها خفيفة شوية فاعمل model بـ modifiers متحسنة شوية مضروبة في واحد تلاتة واربعين من مية واعمل model تاني لو انا بدخل احمال الزلازل بالقيم بتاعت ايه الكود الامريكي ويمكن الشكل اللي قدامنا ده بيوضح يعني ازاي من خلال الـ لو دخلنا على الـ section بنعرف اي section مثلا لو frame section فبيبقى عندي فيه option اسمه set modifiers بضغط عليه فبيجب لي شاشة ببدأ احط فيها القيم اللي هي السبعة من عشرة او 35% او الرابعة وكده وزي ما قلت ده حل تقريبي الهدف منه ان انا يعني احاكي الواقع لكن بطريقة ايه بسيطة دون الدخول بقى في ايه ان انا اعمل محاكاة محاكاة دقيقة للكراكس واشوف يعني البدايات بتاعتها هتكون فين وهتنتشر البرواجيشن بتاعها هيمشي ازاي وكده فا يعني ده يمكن نوع من التبسيط لكن مهم جدا ان انا اعمل اعمل موديفكيشنز بالممبرز من خلال وما ينفعش ان انا اعتمد على الايه ان القطع كله شغال مفيش شروخ لا الكلام ده مش مظبوط هو مظبوط لو العزوم قليلة لو الابلايد مومنت اقل من الكراكينج مومنت لكن لو تعدى ما ينفعشي الكلام ده يمكن هنحتاجه اكتر في برنامج السيف لما نيجي نحسب الدفليكشن واللونج تيرم دفليكشن وكده لازم ندخل معانا تأثير الشروخ وندخل معانا ايضا تأثير اللونج تيرم في حساب قيم الدفليكشن فيه ناس بتجيب الدفليكشن اللي هو اللحظة اللي هو الانستانتانيانس على المدى اللحظة او القريب وبتهمل تأثير الشروخ فبيطلع قيم الدفليكشن معها بسيطة جدا ومفيش مشاكل لكن لو حسب لو دخل تأثير الشروخ ودخل اللونج تيرم فممكن يعني القيم تبقى اضعاف اضعاف القيمة اللي هي بازده على الايه على الجروس وعلى الشورت تيرم وكده بكده يمكن يعني نكون خلصنا شابتر 14 والمحاضرة 35 يعني انا احتمال ليكون يعني لو في فرصة ان احنا في اجزاء نسيينها او اللي حاجة ممكن نعرضها في محاضرة جاية ان شاء الله ما كانش احنا كده ان شاء الله مكملين يعني هيبقى في خطة كده والخطة دي هتتضمن كورسات كتيرة وموضوعات يمكن هاعرضها عليكم هيبقى في محاضرة كده يعني اذا احنا خلصنا او اعتبرنا ان المحاضرة 35 هي النهاية بتاعت الكورس كورس الفنات المحاضرة اللي جاية محاضرة عامة هنعمل في منشرح فيها الخطة اللي جاية ان شاء الله بحس ان احنا بقى عندنا خطة ان احنا هنتناول كورسات زي الخرصانة سي مثلا السترات انتاي موديل ديناميك وخلافه الويند الزلازل وايضا هيكون عندنا توبكس كتيرة يعني هنحاول نجملها الاول كده يعني توبكس عديدة جدا وايضا لو حد عنده موضوعات ممكن يبعث لنا يعني هنعمل صياغة العناوين لتوبكس كتيرة جدا عناوين مهمة هنحاول ان احنا نتناولها بالدور كده يعني تبقى موضوعات صغيرة ممكن الموضوع ياخد محاضرة او اتنين بحيث ان احنا هنحاول يعني نختار الموضوعات اللي هي المهمة يعني يبقى فيه اولويات وكده واحنا كنا بنفكر ان يبقى فيه اكاديمية خيرية يعني لتبسيط العلوم نحاول ان نعمل لها صياغة وكده وممكن لو في حد حابب يشترك وكده بمجهوده وكده لكن احنا طبعا يعني عاوزين ها يشترك او يقوم بدور يعني عاوزين تبقى فيه هدف ان يبقى العمل مميز جدا وتبقى يعني فيه صورة بسيطة جدا لان احنا طبعا يعني ممكن يبقى اللوجو للأكاديمية هو يسروا ولا تعسروا يعني يعني هو الهدف ان احنا ننقل نوصل الموضوعات فيه صورة بسيطة جدا سهلة ان شاء الله يعني ويعني ممكن في النهاية يعني طبعا فيه حديث لرسول عليه الصلاة والسلام بيقول من لم يشكر الناس لم يشكر الله فيعني انا في النهاية بنتهز الفرصة وبشكر استاذي استاذ الدكتور صلاح الدين المتولي هو استاذي ليه علي فضل كبير ويمكن انا قلت في اول محاضرة ان هو كان دريس لي الكورس بتاع الفنات ايضا بشكر المهندس محمود السقار لان هو كان السبب ان انا اعمل المحاضرات يعني كان دار بالنحوار وبعدين قال لي يعني عرض علي ان انا يعني اقوم بالدور دوت وربنا يسر فهو كان سبب اساسي ان احنا نقوم بالعمل دوت ايضا بشكر المهندس محمد علي كان يعني له دور كبير كان بنقعد سوا كل اسبوع كل يوم جمعة نعمل المحاضرة كان بيشجعني وبعدين كان بيرفحها هو و وبعدين بقى هو سابني وسافر والله المستعان ويعني ارجو ان ربنا يعني يتقبل هذا العمل وسائر عملي الصالح يعني نحن وهو الهدف يعني نحن نرتقي جميعا سويا يعني ناخد بايد بعض بحيث يعني نحن نبقى شطريين نبقى اكفاء يعني يعني يكون لنا وضع وكده ما نكونش يعني يكون لنا قيمة يعني يكون الواحد يعني يملأ مكانه وكده و يشار إليه بالبنان يعني ما يكونش زي ما قلنا يمكن في المحاضرة اللي فاتت ما يكونش الترتيب بتاعه افريج او بلو افريج لا يكون اوتستاندنج ويكون مميز يعني ما يكونش مكرر ما يكونش فيه منه نسخ كتير وكده لا يكون مميز والله المستعان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته